دائما نتعلم شيء يديد وشيء حلو ونشوف الأزياء والموضة في ملابسنا في أكسسوراتنا في أزياءنا العامة لكن أيضا نتعودنا أن نبرز كل واحد لجانب مميز في حياتها ومما أننا جمالنا الطبيق هي فتاة مميزة دائما في كل ما هو جميس سواء كانت في الأزياء أو في الموضة أو حتى في ابتكار الهدايا الحلوة لذلك حبيت اليوم أن تتعرفون معي على شيء مميز إيه بتكرتها وحاولت الناس كلها تتبعها أو تشوفها في أحلى صورة مساء الخير جمالة مساء الخير غادة ومساء الخير على كل المشاهدين تعرفين أنا كثيرا حبيت الأزياء ملوتش اللي ذلك اليوم لبست صراحة أنا لابست من تصميم شكورة من تصميم جمالة وأيضا الموضوع اللي رح تكلم فيه رح يكون في موضوع مبتكر ومميز وخاص أيضا في جمالة جمالة المعروف أن المنتجات الجلدية فقط تلبس بالشتاء والناس دائما إذا تلبس جاكت جيلد جيلد مو جينز جاكت جلد أو حزام تقول أنه لازم فقط في موسم الشتاء وعادة الناس معروف أن الجلد فقط للمطر جمالة لها رأي خاص تقول لا الجلد ممكن للبس في كل موسم وفي كل وقت طبعا غادة أنا بنجهة نظري أن الجلد بالذات هو خامة ممكن أستخدمها أنا بالصيف والشتاء لأننا بالصيف أصلا قاعدنا لبس الحزم نلبس وانتو بكرام الجواتي لجناط ما هي المشكلة إذا أنا ركبت قطعة جلد على مثلا فستان أو على بنترون ما هي المشكلة؟ هل هذا راح يبلي الدفاع؟ ما راح يبحار وبرد ساعات بالشتاء ترى الجلد أي وأصلا على فكرة الجلد ما يدفي بشكل عام استخدم الجلد فلشتاء على شان المطار بس لو تشوفينها كفايبر كمادة خام أوه مو شرط أن أستخدمها بالشتاء لو تلاحظين أنه أنا رستالي لابستها شوية صيفي صحيح أنا لابسها مثلا قميص ولابسها كذا واللوك اللي أنا لابستها وايد صيفي وممكن يلبس بالصيف وأنا شتوي وأنت شتوية صحيح فعلشات شديد ما لا شغل وبالعكس الجلد من ترى الفايبر اللي وايد حول باللبس صحيح قيرت شديد أعطيتش شوية أناقة وفي نفس الوقت تحسين أنه مميز بالفعل حزام أو حتى كفستام الحريم دائما يتدور كل ما هو جديد وكل ما هو مبتكر لما تكلمتي عن الجلد قلت أن أنا طلعت بصورة يديدة ومبتكرة أنا صراحة عرفت المعنى أن تقصدين كحفر أو كرسم كيف يمكن تقول لها عن ابتكار شفاء الجلد اللي هو كحفر الناس ممكن تشوف اللي على إيداني أنا رسم الهورسز على إيداني فالناس عبره منه هي صورة الطباعة أنت قلت لي فرق كبير بين الطباعة وبين الحفر طبعا الفكرة طبعا البراند اللي أنا اللي فاتحتها اللي هو عالم الجلد ليذر وورد الفكرة قائمة عليه طبعا على ابتكار الصورة أنت اللي تصممين الأزياء مالتوش أنا عندي مصطرة فيها 64 لون جلد ممكن لمتينة العميلاتها بتصمم لبس وايد مميز طبعا تختار لون الجلد وتختار الرسمة اللي تحفرها عليه نظام طريقة الحفر أكيد الناس وايد أنا تكلمت من قبل عن مبدأ فكرة الحفر أني أنا قاعد أشيل طبقة من الجلد أو طبقة من الخشب إذا كنت حفر على هدايا صحيح النفنوف اللي أنت لابسته طبعا هو قاعد يطبق الفكرة فكرة الحفر أنت خطرت الهورس الزيوم قاعدنا نتكلم عن الأزياء وأنا اللي لابسته مثلا النفنوف هو فكرة يديدة أنا بسوياتها لفكرة القاس اللي هو أنا قاس الفايبر نفسه ومركبة تحتها جلد ثاني لونين حالو تصر الأزياء تحت؟ بالضبط فصائر أن النفنوف اللي أنا لابسته طبقتين الفكرة فرق وايد كبير ما بين الحفر وما بين الطباعة الطباعة ممكن مع الأيام تروح ممكن الألوان تبهت بس الحفر محافظ على تقلقة محافظ على لونة لأن نسما قلت لك إحنا شلنا الطبقة من الجلد حالو الموضة دائما يكون فيها أحزام وإذا كنت لاحظة أو مثل ما نقول بالعامية الشحاطة طيب شنو الموضة إذا كنا مستخدمين أحزام وجاكيت جلد وشحاطة جلد ما نحس أنه يكون وايد ما تروس كل شيء فينا الجلد أو لا؟ لا لأنه على حسب تقسيم توتش صحيح لما أنا مثلا النفتوف اللي إتي لابسته في قطعة من تحت وفيه الأحزام والجنطة مالتش موجودة ما أنا حاسة أن أنت لابست جلد وايد وبنفس الوقت وايد أنيق حالو فما لا شغل الشيء المميز أنت تساويين كل جنطة مع نفنوفها أو كل نفنوف مع جنطة يعني نطلق مشاهدين أنا هذه الجنطة خاصة فيني فأحب أنه لي يشوفها دس الفستان الأعلى بستان أنا صراحة محبين الأصفر والأسور وأوما رأي ألبسها في مسائل لذلك حبيت أني ناس يفهموا ما أطبع وما أحفر قلت أني يشل الطبقة طيب الطبقة هم أفروض يكون بارزة أنا شوف مشاهدين أنه هو وايد ناعم وما في أي بروز هذا يعتمد على نوع الجلد نفسه طبعا الجلد مو واحد والأنماء مو واحدة صحيح طبعا الجلد فيه طبعا اللي قاعد يليش مخلوط اللي قاعد يليش طبيعي اللي قاعد يليش بنفس هذه الطريقة والميدن نفسه بلد الصن مختلفة فعلشان شذي يختلف من جلد إلى جلد حلو ففيه جلد تشوفينه لا يطلق طبقة بارزة وفيه جلد لا تعسينه ناعم نفسه نفسه كأنه طباعة حلو طيب بالنسبة حق البنت المحجبة تقدر تلبس الجلد مع حجاب وشيلة وبنطلون وجاكت وتحسر أنه صار وايد ولا ممكن تسويين ثناء أي حلو جميل من ملابس المتحجبة ومن ملابس حق البنت اللي غير متحجبة غادة أنا بالنسبة لي ما فيه أي فرق بملابس المتحجبة وغير المتحجبة لأن لو تلاحظين حتى اللي ممتحجبة عندنا ممكن مثلا تلبس لقن ممكن تلبس كذا فالفرق ترى ممكن بين اللبسنا كمتحجبات وغير متحجبات ترى اللي هو الشيلة لأن لو تروحون السوق ترى اللبس مو لبس متحجبات صحيح فتلقين البنت لابسة أكثر من قطعة بس علشان والله مثل جاكيتات موضة بس لو تشوفين لا ترى ما فيه فرق بين لبسنا اللبس المتحجبة واللبس الغير متحجبة فبالعكس الفكرة نفس ما قلت لك الجلد ماتيريال وايد حلو ممكن تشكلينه مثل ما أنت تبين سواء كان جاكيت ولا كان نفنوف النفنوف اللي أنا لابسته واللي أنت لابسته ممكن أنا نفس نفنوف وج ممكن ألبسه صحيح أضيت تحت لقن وشيلتي أو بانطلون صحيح طيب قلت شوفت الجنطة اللي على الشاشة مع مشاهديننا وقلت لهذا نوع مع أنواع الحفر هذا الجلد غادة اللي قلت لك عنها اللي ممكن تكون فيه طبقة بارزة صحيح لو تمسكينه أصلاً باين نايمي شكل الوزن أنها بارزة عن الجلد نفسها فالناس ما قلت لكي اعتمد على الفابرك وطبعاً الحلو أن أنا أوفر حق عميلاتي تقريباً أمية وخمس أشكال جنات حلو تصدد شكل ولا تصدد كصورة طباعة كشكل حلو لأن طبعاً هذا كلها ميدن كويت وأنا وايد فخورة أكيد الجلد كان كويتي وايد فخورة أن هذا تصنيع وتصنيع الكويت هنا فمنتج كويتي علقواتهم أمية بالمية حلو طيب أشوف جنطتي على الهواء اللي هي موديل ثاني من نوع أنا شو الناس شفوا جنطتي الصفرة وجنطتي الحمرة والجنطة اللي كانت على المينيكا لو تكلمنا عن جنطتي الحمرة كموديل آخر هذا من الموديلات اليديدة اللي أنا مسويتها وطبعاً في شغلة حابة أوضحها إنه ممكن البراند اللي عندي كعلامة تجارية مو شر تشترط عليك أن أنت تين تحفرين ممكن أنت تين تبين تسوين جلد أي فكرة بخاطرتك أنا ممكن أطبق لك إياها والنس ما قدلك فكرة نفنوفي قص فكرة يديدة ممكن أي أسورة نفنوف كلها من قير ليكون في لا حفر ولا قص فأنا حابة أني أغير فكرة أن الجلد يلبس بالاشتاح صحيح جمعنا نشوف المينيكا الحين وقلت لي الملابس أقدر أسويهم ملابس مو متحجبة إلى ملابس بنت متحجبة والعكس صحيح إذا كانت متحجبة ممكن البنت غير متحجبة تلبس هذا القطع شلون أن أخليها البنتين يلبسونها على حسب الموديل فيه طبعا موديلات تعتمد على نوع القصة اللي هو يعطيك مثلا تخسر بالجسم البنت مثلا المتحجبة أحاول أني ما أخلي لها هذه القصات اللي هي تكون فيها وايد بروز اللي قاعدت شفينا على المينيكان ممكن طبعا هذا ما أتوقع أنه حتى البنت المتحجبة ممكن تلبسها شديد لأنه موديلة كصير أصلا فلازم يلبس تحتها لقن طبعا ومن فوق قبة مال ثوايد عالية فممكن طبعا يلبس تحتها أحجاب وممكن تكون واحدة ممتحجبة تلبس تحتها قميص ملون لا لأن هذا قميص ملون فلا أتوقع أنه حتى يحتاج أنها تلبس تحت شيء فالثنين من سواء كان متحجبة أو ممتحجبة تقدرنا هي تلبسها طيب بالنسبة للأختيار الألوان قلت أنه لديك أكثر من 165 لون طيب البنات لما يختارون أنواع الجلد تختار عليه أساس؟ كل واحدة قراني تحبها وما تحب اللون في ألوان يديدة الناس مستغربة لأنه تشوفها على جلد نفس اللون اللي شفتي على المنيكان من الألوان اليديدة ومو متداول وشو سبيل السيجي كان جدا رائع بس ما يبنى اليوم بالضب فالفكر أن أنا قاعد أحاول أستخدم ألوان يديدة وبنفس الوقت جلد فالناس قاعد تستغرب على المتيريال كون إنه جلد قاعد تستغرب أيضا على الشكل أو فكرة تصميمها وفي شغلة قالت لياها غادا أنه ما فيه نوع من الجراءة في لبس الجلد أنا هذه ضد هالفكرة 180 درجة لأنه لا أتوقع أنه فيه جراءة أن البنت تلبس جلد بالعكس الجلد وايد من الفابريك الإليغنت أكيد ومميز المرأة أكثر منظم استخداماتها طيب بالنسبة لما نروح نشوف حاليا الأزائي البنات نتكلم عامة عنهم نحس أن البنات الآن صاروا كل شي يلبسونه في أي وقت وكل وقت وأي مناسبة يعني أزائي النهار ما صارت تخص فقط النهار ممكن يلبسونها النهار والعصر بالليل وأزائي بالليل والسهرة أيضا نروحوا فيها العصر المولاد يتمشون فيها بالسواق فليش صار عندنا حين نوع ما رح يقول من خلاط الذوق ولا حتى من خلاط الذوق لكني أقول ما رحين بالضبط كل وقت شنو يناسبه من ملابس شنو رأيتش؟ طبعا ما أحترام الجميع بس هذا إنعدام ثقافة ثقافة لزياء بشكل عام صحيح لبس الصبح منافس لبس بالليل البنات قاموا وحطة الصبح يلبسون زري ومثلا في وزارات ترتر صح؟ أنا شو بالدوامات؟ يعني الناس طائم الدواماتهم ظهر وحر وترتر ليش؟ الفكرة إن أنا أدخل محل سين من المحلات شنو منزل؟ موضد ترتر؟ ألبسه الصبح ولا ليل؟ أوكي إذا مو ليش شنو علم تلبس الصبح ترتر؟ مو هذا هذا الفكرة فما حد قادر يستوعب إن اللبس اللي يلبس بالجامعة كوني أنا طالبة ما أقدر ألبسه في دوام واللي ألبسه في دوام كبالتو ما أقدر ألبسه في جامعة أصلاح أكون شاذة عن اللي حوالي اللبس يلبس إذا ما نشوف العلماني كارل يا جمالة ما ترغبنا في بنت ممكن لبسونا بالنهار لأكي ممكن على الكلام اللي قلنا نشوف في حال بنلبسه إيه إيه عادي عادي ممكن ممكن وهذا المشكلة يعني اللي وصلت إياه إن العدام ثقافة ما حد فيه مقدر يستوعب إن اللبس هذا وفيه مرات ناس تلبس لشلبس أوكي ممكن نلبس بصبح بس تركيبتها ممالة تركيب كلميني عن القطاع جمالة؟ طبعاً الحلو أو المميز بالموديلات اللي قاعد تشوفونها كون إن من كل موديل في قطعة واحدة صحيح يعني هذه من الموديلات اللي سويتها وركبت عليها شوار فسكي يعني كون إنه محفور صحيح طبعاً من الشغلات اللي تلبس طبعاً الليلية صحيح إن هذا مستحيل حتى العصر ممكن تلبسينها يعني على هالألوان وعلى هالشغل اللي فيه حتى جنطتين يا جمالة؟ جنطت طبعاً من الموديلات اللي ديدة اللي تعتبر توباك كنت جنطتين بجنطة بالفعل وطبعاً الحلو إن الجلز اللي تلقاني على النفنوف هو نفس اللي تلقاني مركب على الجنطة كنت اللي تتوي منها بالفعل سوتي منها حذاء وسوتي منها جنطة وأيضاً حزام طيب الحوار معت جداً مميز وحلو إن أنت تتعلمين أشياء فيها موضة وازية والمكسطة راح مش تبصر على أحب أخذ مني نصيحة أخيرة لكل من يتابعون عبر برنامجنا مساء وخاصة في فقرة فاشن شون هم نصاحية قادمينها إذا راح رتدي هذا الجلد شون راح أقدر حافظ عليه بحث إنه قلتيني إنه مهما ينقصر مهما ما راح تروح من الصورة وما راح يتقشر الحافر وبعد طبعاً أهم شيء في لبس الجلد هو الاعتناء بالقطعة يعني بشكل عام الجلد ما يعتبر ماتيريال رخيص فالاعتناء فيه شغلة ضرورية طبعاً فيه أماكن وايد بالكويت اتبالتش نفس الكلينكس الخاص بتنظيف الجلد مهما حاش الجلد حمراء مهما حاش كحل لأن هذه الجنطة أول وتالي ممكن يحوشها أي شيء من داخل طبعاً النابكن هذا اللي ممكن ينشرة بتنظيف بسيط قد رجعت اليلد كأنه يديد صحيح ناس ما قلت لك اللي اعتناء هذه القطعة مو من القطعة اللي تتقسل في البيت أكيد فأتوقع أن الدافع للمصبغة وايد أفضل وأحب أن أودية النصيحة أخيرة أن نغير التفكير وعلى قولتهم المنطقة اللي يقولك لا اليلد يلبس بلشته لا اليلد يلبس بكل وقت أكيد أنا أتفق معك بالمئة يا جمانة ومشاهدينك الشكرات جمانة أول شغلة ثاني شيء تتابعوا جمانة في مشاريع إيايا إن شاء الله قادمة وكذا رح نتابع عبر مساء ورح تكون ضيفة متميزة عندنا مشاهديننا بعد هذا الكلام الجميل عن الأزياء والموضة والجلد نذهب معكم هذا الفاصل نرجع لزميلنا راشد ونشوف شنو معه